سنتكلم اليوم عن أكثر خطبة يكرهها بني أمية منذ الأزل هذه الخطبة بدأ تحضيرها في يوم سقوط الدولة الأموية فكانت خطبة جبارة من أعظم الخطب وفيها من التهديد والوعيد لبني أمية الشيء الكثير وقبل أن ننطلق أدعوك للاشتراك في قناة أسطر والضغط على زر اللايك تشجيعاً لنا وحتى يصلك كل جديد استعدوا فأنا السفاح أنا السفاح المبيح الثائر المبير استمر حكم الدولة الأموية قرابة الواحد والتسعين عاماً بعد تأسيسها على يد معاوية بن أبي سفيانة بعد خلافات دموية أودت بحياة العديد من آل بيت النبي حيث سقط الإمام علي وولداه الحسن والحسين وبعد تلك الفترة والتي تقترب من قرن من زمان سقطت الدولة الأموية على يد القائلين بأحقية آل البيت بالخلافة وبعد فشل ثورات القائلين بأحقية سلالة علي بن أبي طالباً بالخلافة تحولت الدعوة إلى القائلين بأحقية سلالة العباس بن عبد المطلب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم سقطت الدولة الأموية على يد أبي العباس السفاح وهو من نسل عبد الله بن العباس ثاني أولاد العباس بن عبد المطلب عم النبي محمد وهو أول خلافاء بن العباس والذي ما إن استطاعت الثورة العباسية في الانتصار حتى بايعوه بالخلافة واستطاع جيشه قتل الخليفة الأموي الأخير الغريب أن لقب السفاح والذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بأبي العباس وبرغم ما عرف عن الرجل بأنه خليفة دموي وأخذ اللقب لأفعاله إلا أن لقب السفاح هو ما أطلقه على نفسه ولكن ما هي المناسبة وقف السفاح على المنبر وخطب خطبة شرسة هذه الخطبة يكرهها بن أمية حتى يومنا هذا فوقف وقال الحمد لله الذي جعل الإسلام لنفسه دينه وكرمه وشرفه وعظمه واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه والقوام به والذابين عنه والناصرين له وألزمن كلمة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها وخصنا برحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته ووضعنا بالإسلام وأهله في الموضع الرفيع وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتاباً يتلى فقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيره وقال لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة وأنذر عشيرتك الأقربين فأعلمهم عز وجل بفضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وتفضلة علينا والله ذو الفضل العظيم وزعم الجهال والضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة منا فشاهت وجوههم أيها الناس بنا هداهم الله بعد ضلالتهم ونصرهم بعد جهالتهم وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق وأدحض بنا الباطل وأصلح بنا منهم ما كان فاسده ورفع بنا الخسيسة وأتم النقيصة وجمع الفرقة حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر وعادوا أهل مواساة في دنياهم وإخوانا على سرنا متقابلين في أخراهم فتح الله علينا ذلك من نوعه وإخوانا على سرنا متقابلين في أخراهم ومنحة بمحمد فلما قبضه إليه قام بذلك الأمر بعده أصحابه وأمرهم شور بينهم فحووا مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها مواضعها وأعطوها أهلها وخرجوا خماصا منها ثم وثب بنو حرب ومروان فابتزوها لأنفسهم وتداولوها فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها فأمل الله لهم حين فلما آسفونا انتقمنا منهم فانتزع منهم ما بأيديهم بأيدينا ورد الله علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا وتولى أمرنا والقيام بنصرنا ليمن بنا على الذين استضعفوا في الأرض وختم بنا كما افتتح بنا وإني لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث جاءكم الخير ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا وأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا وقد زدتكم في أعطياتكم مئة درهم فاستعدوا فأنا السفاح الهائج والثائر المبير وكان السفاح مريضا فاشتد عليه مرضه حتى جلس على المنبر وقام عمه داود وقال الحمد لله شكرا الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا من بيتنا أيها الناس الآن انقشعت حنادس الظلمات وانكشف غطاؤها وأشرقت أرضها وسماؤها فطلعت شمس الخلافة من مطلعها ورجع الحق إلى نصابه إلى أهل نبيكم أهل الرأفة والرحمة والعطف عليكم أيها الناس إن والله ما خرجنا لهذا الأمر لنكتنز درهما ولا دينارة ولا لنحفر أنهارا وآبارا ولا لنبني القصور ولا لنجمع الذهب والفضة وإنما أخرجتنا الأنفة من انتزاع حقنا والغضب لبني عمنا ولسوء سيرة بني أمية فيكم واستذلالهم لكم واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم فلكم علينا ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل بكتاب الله ونسير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله تبا تبا لبني أمية وبني مروان آثر العاجلة على الآجلة والدار الفانية على الدار الباقية فركبوا الآثام وظلموا الأنام وارتكبوا المحارم وغشوا الجرائم وجاروا في سيرتهم في العباد وسنتهم في البلاد التي بها استلذوا تسربل الأوزار وتجلبب الآصار ومرحوا في أعنة المعاصي وركضوا في ميادين الغي جهلا منهم باستدراج الله لهم وعميا عن أخذ الله لهم وأمنا لمكر الله فأتاهم بأس الله بياتا وهم نائمون فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل ممزق فبعدا للقوم الظالمين وأدان الله من مروان وقد غره بالله الغرور أظن عدو الله أن لن يقدر عليه أحد فناد حزبه وجمع جنده ورمى بكتائبه فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته من مكر الله وبأسه ونقمته وجد ما أمات باطله ومحق ضلالته وأحل دائرة السوء به وأحاطت به خطيئته ورد إلينا حقنا أيها الناس لقد أبدلكم الله بمروان الأموي عدو الرحمن وخليفة الشيطان المتبع للسفلة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أبدلكم به بالمتوكل على الله والمقتدي بالأبرار الأخيار الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها أصلحها بمعالم الهدى ومناهج التقى ثم عج الناس للسفاح بالدعاء وأخذت ألسنتهم تلهج له بالدعاء عند هذه الكلمة ثم قال وعلموا يا أهل الكوفة أنه لم يصعد من بركم هذا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين هذا وأشار بيده إلى السفاح وعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارجا عنا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم أي أنهم سيحكمون إلى نهاية العالم والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا ولقد أبدلكم الله سبحانه وتعالى بمروان ابن محمد بهذا الشاب المتكهل المتمهل المقتدي بسلفه الأبرار الصالحين الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها بمعالم التقوى والهدى الله أخبر الله أخبر الله أعلموا لا هكوفة أعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم عليه السلام شكرا للمشاهدة المترجم للقناة